القردة القردة هه واحد المرض جاي من القرده وكيقدر انتشر من القرد إلى القرد أو من الحيوان إلى الحيوان ومن الحيوان إلى الإنسان وبالتالي فإن المرض ممكن أنه ينتقل من الإنسان إلى الإنسان لكيشكل خطورة كبيرة كيفاش ينتقل المرض؟ المرض ينتقل من حيوان لحيوان سواء عن طريق العض أو عن طريق القميش أو عن طريق الخدش وكذلك عن طريق تناول أطعمة ملوتة بالإفرازات الحيوان المصاب الحيوان المصاب يقدر يكون القرد كم أنه يقدر يكون سواء هذا الفار هذا ولا يقدر يكون سينجاب المرض ينتقل من حيوان للحيوان وكذلك من الحيوان للإنسان وهناك تقولي الخطورة دياله من اللي ينتقل المرض من الإنسان للإنسان وهذا المرض هذا بحال كورونا تنتقل عن طريق الإفرازات الهوائية دولي قتلت سواء دولي قطيرات اللي تيكونوا في العطس تقدروا انتقلوا من شخص مصاب إلى شخص سليم والشخص سليم يتصاب بهذا المرض هذا الأعراض هي متنوعة تلقوا هذا الطفح الجلدي هذا بحال هكذا النبيل هذولي كيبانوا في الكوخ كامل في الجسد كاملو تيولي الولسيس أو انتفاخ في العقد اللنفاوية كيكون الحريقة الرأس تتكون سخانة تبوريشة الأنم في المفاصل بحال الأعراض ديال الغريب غير زائد الأعراض ديال هاد الغريب هذو كنلقوا بحال هاد شيء كيكون تطينو في الجلدة ليكي ليكي ليكييميز هاد هاد الفيروس هادا ديال القروضة فيما يخص الوقاية فالوقاية بحالها بحال كورونا دائما نغسلوا يدينا بالماء والصابون نحاولوا بما أمكن نبتعدوا عن الأشخاص الغرباء اللي ما كان عرفوش ما نخلوا بيننا وبينهم آآ مسافة وبينسور باش نحافظوا على نفسنا والآخر ضروري مرتديوا الكمامة خاصة إلا كنا كانت سوء ولكن لدينا أعراض ديال الأمراض التنفسية وشكرا